السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة هنتكلم عن طائر جميل وهو طائر الروز قبل ما يبدأ الفيديو باتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة تفاجر الجرس علشان يوصلكم مني ان شاء الله كل جديد طائر الروز من اجمل انواع التيور اللي ممكن تربيه عندك في البيت هنتكلم من اول عن مميزاته وعن عيوبه من مميزات عصفور الروز طفاراته المتعددة بالوانه الزهية الجميلة جسمه اللي بيكون يعني وسط لهو صغير او لهو كبير اوي ولذلك ما بيحتاجش افص كبير ممكن انك انت بتربيه في افص وسط لا افص لا صغير ولا كبير يعني ممكن يكون عرضه اربعين في ارتفاع خمسين ولو كبرت عادي لكن ما تصغرش عن كده كمان طائر الروز انتاجه ممتاز جدا جدا لما بتقدر ان انت توفق بين ضكر وانتايا كويسين العيوب بتاعته انه هو صوته عالي مزعج شوية في نفس الوقت كمان طائر شرس لما بيكون مفيش توالف ما بينه وبين الانسة او الزكرة والانسة الاتنين مفيش توالف بينهم او حطيت مثل مسلا نتائتين مع بعض او ضكرين مع بعض ممكن يوصل ان هما واحد فيهم مموت التاني لانه هو في الشراسة جديد جدا لان منقاره بيكون منقار شديد بيمسك الطرف التاني وعلى طول بيبدأ انه هو يعضوا من رجله ويجيبوا من دماغه وطبعا اول ما يبدأ ان هو يعضوا من رجله او يعجزوا من رجله بيبدأ عرطول الطائر هنا اول ما يعجزوا من رجله ما يقدرش يتحرك يبدأ ان هو عرطول يضربوا في دماغه ويموت منه فانت هنا اهم حاجة انك ان انت لما تيجي تربي طائر الروز لازم توفق بين ضكر والانسة كويس يبقى اتكلمنا عن عيوبه واتكلمنا عن مميزاته طب لما باجى انا اشتري الروز اشتري ازاي واعرف ازاي الزكر من الانسة هو صعب ان انت تقدر تعرف الزكر من الانسة للأسف يعني الهواء اللي بقى لهم سنين فيه هم اللي ممكن يقدروا يعرفهم بين يميزوا بين الزكر والانسة وفيه الناس طبعا بتعملهم تحليل دي ايه عشان خاطب تقدر تفرق بين الزكر والانسة وغالبا بيكون الانسة اكبر من الزكر شوية وكمان العظم بتاعتها بتكون اوسع من الزكر ولما بيقفوا على المجسم اللي هو العصاية بتلاقي الانسة رجلها مفتوحة عن الزكر يعني بتوقف رجلها زي بقول كده يعني باللغة العلمية بتاعتنا رجلها مفرشحة يعني بعيدة عن بعض لكن لما بيكون الدكر واقف برضو على العصاية بتلاقي رجله مضمومة شوية عن النتاية بيبيض من بطين الى ست بيضات وسبع بيضات طبعا ده على حسب نوعية الاكلة انت بتقدمها لهم واعتناءك بالجوز اللي عندك لما باجي اشتري الروز اهم حاجة ان يكون العصرور وقف قدامك نشيط وشكله كويس ريشه متستف كده وزي الفل مش متنتف كمان اهم حاجة تطمن من رجله كويس جدا ان الصوابع كلها موجودة فيه مفيش اي صابع ناقص وما فيش اي ضافر ناقص دي مهمة جدا علشان خاطر لو فيه ضافر ناقص يبقى مش يحصل عملية التخصيب بنجاح طيب انا ما باجي اشتريهم طبعا باش تمس انهم يكون صغير او لو حد انت واصق فيه جدا لازم هو اللي يبيعلك الروز ويكون ضكر وانتايا كبار شغالين يبقى لازم يكون حد واصق فيه جدا ويقولك ان هم دول ضكر وانتايا واشتغلوا عنده قبل كده تمام او حد يكون خبير جدا يبيعرف فيهم يقدر يقولك انه دول ضكر وانتايا وقبل ما تاخدهم وتوديهم عندك البيت لازم تتأكد من كذا واحد ان هم ضكر وانتايا طيب التوالف هتقدر تعرف ازاي هم متوالفين الاتنين هتلاقي الاتنين بيدخلوا مع بعض اللي عشوا وقاعدين في هدوء ما فيش مشاكل بيخرجوا مع بعض بيأكلوا مع بعض واقفين جنب بعض ده كده ما فيه توالف بينهم لكن لو وقفين بعيد عن بعض ويجي يقربوا من بعض تلاقي واحد بينقر التاني ويقعد يعني الصوت عالي صوت مزعج تحس ان فيه حاجة بتحصل تجري على البلكونة او تجري على الاقفاص بتاعتك عشان تشوف وتتطمن ان هم الاتنين فيه توالف ولا لا طيب التربية بتاعتهم او يعني بيبدأوا يشتغلوا امتى من سن عشر شهور او من سنة تمن شهور ممكن عادي يشتغلوا طبعا على حسب تغسيتك للجوز اللي عندك بيبدأوا يشتغلوا والعش بتاعهم بيكون اكبر من العش بتاع البطجي يعني ما ينفعش ان انت تقدم لهم او تحطو لهم عش بتاع البطجي او الاسترالي السغير ما ينفعش وما ليهم عش مخصوص بمقاس معين بتحطوه لهم ويمكن يكون بان دلوقتي في الكاميرا وانا بصور ويفضل طبعا فقد العش كويس او البيت كويس زي ما حالكم شايفين كده في باب من الجنب وباب من فوق وهو ده المقاس بتاعه اه بتحطو لهم الكارينة اللي هو سعف النخيل اه برة في القفص من برة وهم بيخدوه وبيكونوا العش والذكر والانسة بيساعدوا بعض في تكوين العش وتلاقي ان مميزاته جدا برضو ان الزكر بيساعد الانسة في كل حاجة يعني بيساعدها في تكوين العش وهم الاتنين يعملوا العش مع بعض ولما تيجي البيت بيبقى رائد معها بيقسموا البيت بينهم جوه وبيزوء الزغاليل معها يعني بيرضع الزغاليل معها ولذلك بتسمى عصفير الحب كذلك من مميزاته انك بتلاقي ان العصفير الروز سهل تدريبه يعني بيتدرب بسهولة جدا وزكي جدا جدا وانكتر زكاؤه ان هو بيقدر يفتح الباب بتاع القفص ويتير واذا بتلاقيها كتير عنده هو كتير قوي قوي تلاقي ان هو لو انت ما امنتش الباب بتاعك كويس وربطته بسلك معدني ما تكتفيش ان انت تقفل الباب بس كده خلي بالك فعصفره الروز بالذات لان هو بيفتحه بيشوفك وانت بتفتحه بتقفل الباب عارف ان الباب بتفتح على فوق بتفتح على الجنب عارف فبيبدأ ان هو يفتح الباب ويهرب فانت هنا لازم تأمن الباب كويس او تربطه بسلك معدني لو ربيت عصفير الروز بجد مكسب كويس جدا جدا بيدوك انتاج زي الفل انتاجهم سهل اوي اوي كل اهم حاجة ان يكون عندك ضكر وانتاية لو انت توفقت في ضكر وانتاية هتلاقي انتاج زي الفل عندك من عصفير الروز هي كل الصعوبة في بس انك انت تتوفق في ضكر وانتاية اتوفقت في ضكر وانتاية خلاص يبقى فيه تولف بينهم بدل مهم هم ضكر وانتاية لكن امتى ما يكونش فيه تولف لما يكون يتاعتين او يكون ضكرين ولكن غالبا برضو للأسف بيحصل تلاقي ان انتيتين متولفين مع بعض او دقارين متولفين مع بعض هو دي الغريبة في الكوكتيل في الاسف في الروز ان ممكن دقارين يعيشوا مع بعض عادي وانتيتين عادي وانت تتخذع وتفتكر ان هما دقار وانتاية لكن لو توفقت في دقار وانتاية هتلاقي ان الانتاج عندك هيكون كويس جدا جدا بتمنى ان يكون الفيديو نال اجاب حضراتكم بتمنى من حضراتكم انو مشاركش في القناة يشرفني بالاشتراك واللايك الجميل من حضراتكم اللي بيفرق معايا جدا اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته